طيب تسمح لي قلنا إنما الأعمال فكرة وعدنا عن فكرة وبقي التطبيقات هذه فكرة وحنا الآن أطلقنا مسابقة في يوم الأربعة هذا أفضل فكرة فكرة التطبيق له 500 ريال سواء أنت طبقتها أو أنت حطيتها في التويتر ويطبقها غيرك حددنا عن هذه لما كانت فكرة كيف قدرت أنك يعني أول شيء كنت تتخيل أنك تصل له النتيجة يعني آخر شيء فوز تطبيق عدنان معلم القرآن بجائزة المريك خالد المركز الأول ما شاء الله هذا قبل يمكن سبوعين قبل أقل من شهر الحمد لله يعني الناس يفتح تطبيق كفكرة يبحث عن تطبيقات التي يتوقع فيها مثال ترفيه وغيرها بشكل فعلي بحث أنت رحت لشيء جانب معين وما شاء الله نجحت فيه والله هي توافق من الله اللهم لك الحمد يتوافق من الله والحمد لله اللي يعني لا زال التطبيق جالس ينمو والجميل في مثل هالمشاريع وهي نعمة من الله أجل على نكلنا أنه الجميع يمشارك فيها حتى أنتم اليوم حتى في هالمنبر هذا وانتم جاسين تنشرونه لكم أجر وقد يكون لكم أجر ومماثل أجر من من يشتغل فيه ودعمه وكذا لأنه سبحان الله من جماليات يعني ديننا أنه سبحان الله يعني الدار على الخير كفاعله فأحيانا المغرد اللي نزل التغريدة أو الأم اللي جاهزة تتصور سنابة تقول توري الناس تقول طفلي حفظ من هذا التطبيق سبحان الله لها أجر نفس وعند الله خير نفس دلالة نفس أجر من دل عليه يعني أو قام فيه فالفكرة صراحة هي بدأت من يمكن ثلاث عشرين سنة من صعوبة حفظ جزء عام أنه الأطفال يواجهون صعوبة جزء عام أنه الوسيلة صعبة الوسيلة أحيانا تكون منفرة عند بعض الناس أو فكيف تكون فيه وسيلة جاذبة بس هذا كانت الفكرة أنه أصعب ما مر على ذيك اليام كنت تشوف الأطفال أو من حول أنه الطفل قد ينفر من حلقة تحفيظ بسبب مثلا موقف أو من معلم في مدرسة أو أي نكن وقد يكون هذه حالات شادة صراحة ليست تعمى لكنها لماذا لا يوجد وسيلة تكون محبة للطفل والطفل يتعلق فيها أنا أشهد أنكم نجحتوا فيها الحمد لله طيب هناك دقيقة هناك دقيقة ما هي التطبيقات غير عدنان التي لديكم نحن عندنا حكاية مكتبة هي مكتبة قصصية اشتغلنا عليها شكرا شكرا اشتركوا في القناة